أما عن بعثة منتخب مصر رجال وسيدات سفرت النهاردة البلجيكا استعدادا لخوض بطولة كأس العالم طبعا بطولة كأس العالم لكورة السلة 3 في 3 رجال وسيدات في نسختها السبعة في مدينة بلجيكا في الفترة من 21 لحد 26 من شهر يونيو وده بمشاركة منتخبية مصر للرجال والسيدات وبيضم منتخب الرجال اللي بيقودوا فنيا محمد سمير كل من أحمد ياسر عبدالوهاب محمد طهرامي إبراهيم ومعز أيمن أما منتخب السيدات اللي بيقودوا فنيا كابتن هاي سمعيد كل من بيضم بقى من لعبات كل من ميرال أشرف هالة مصطفى شعراوي وأسرار ماجد ورضوة سالم كل التوفيق طبعا لمنتخب السلة 3 في 3 سواء على مصر الرجال أو السيدات